صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ثلاثة قرارات حيث صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار رقم 45 لسنة 2015 في إصدار اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات الراديوية العامة كما صدر عن سموه قرار رقم 46 بشأن اعتماد تقارير المراجعات وتقارير وحدة الامتحانات الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وصدر عن سموه قرار رقم 47 لسنة 2015 بتعين الشيخ معاذ بن دعي بن عبدالله آل خليفة مديرا لإدارة الترقيات في ديوان الخدمة المدنية